وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير كان في واحد صاحبنا مرة كده عنده بعد دراسات ومش عارف فيه كلام من ده وهو بقى في منحة وكلام من ده وبعدين بره بقى وتعارف بقى والفلوس وعايز فلوس فقالت له متى خذلك الله فسكت بقول لنا السؤال دهاشني قلت له فعلا وربنا ما خذلك حد رحت له مرة وقال لك لا يقول لك أنا سألته ما أجبنيش وانت رايح له عشان تجربه والله عزيز تذهبه فتدخله مطرقا وذلك سيدة عمر رضي الله عنه يقوله إني لا أحمل هم الإجابة لأن ربنا كريم ولكني أحمل هم الدعاء أنا هدخل إزاي واحد داخل على سبيل التجربة وأختم ببعض الأئمة كان أبو زرعة المصر تقريبا كان يأخذ أعطياته للراتب بتاعه فيتصدق به في الطريق فيذهب البيت وهذه كرامة ثابتة فيذهب البيت فيجد المال في البيت الله عز وجل أكرم وهذه كرامة ثابتة فسمع ابن أخيه بهذا فكان بيأخذ المراتب بتاع روحها تصدق ويقعد يدور في البيت وتحت اللحافة وتحت الملاية وتحت الشعر ما لإيش حال قال يا عم فعلت فعلك فلم أجد ما وجدت قال يا ابني فعلته على سبيل التجربة وأنا فعلته إيمانا بي يا دي الحكاية إنت داخل على ربنا أهو قال لنا يا عم ادعي ودعيت فيه ناس حتى لو ما قالش ده بلسانه بيقوله بحاله يا عم احنا دعينه وواحد يقول لك إيه لا أنا ما حصلش حاجة خلاص بقى وبل إن الله عز وجل يختبر بعض عباده يكون مثلا منعا مرفه وأول مربون سبحانه الله هدالي الصلاة مثلا ولا خلاص بقى بأي إنسان كويس ورحيم كده يقول لك ده الصفقة اللي كنت عاملها مش عارف بازت ولا شعرفوك لما ده ده نعم أنا كنت عايش يا عم سليم والدنيا حلوة يقول لك آه يضيق عليك لأراك أتيت لتجربة أم أتيت لأنك تكون عبدا فإذا صبرت قلب كل حزنك سرور وأضعف لك المسوبة والعطاء التاني خلاص يرجع خلاص وكله إلى نفسه روح لا يبالي فأي أودية الدنيا هلك